بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل القرآن كتاب الله جل جلاله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وهو آخر الكتب السماوية أنزله الله عز وجل على آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعندما نقول أنه آخر الكتب فهو إعلام بأن هناك كتبا سبقته في النزول وعندما نقول نزل على آخر الرسل فهو أيضا إعلام بأن هناك رسل سبقت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يؤكد من خلال آياته البينات يؤكد صلة القرآن الكريم بالكتب السماوية السابقة ويؤكد صلة الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام بمن سبقه من الرسل ويكرر ذلك في القرآن العظيم وذلك لتأسيس أصول عظيمة في عقل هذا الإنسان المؤمن وهذا الإنسان الذي يتربى على هذا القرآن العظيم فأول ما يتأسس في قلب هذا المؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ورب الكون ورب هذا الإنسان فخلق الإنسان ولم يتركه هملا ولم يتركه لهواه ولم يتركه لغير ربه والدليل على ذلك هذه الكتب التي أنزلها الله وهذه الرسل التي أرسلها الله تعالى وأن ذلك كان أسبق من أي كتاب وضع ومن أي معلم من البشر علم فكان السبق مع آدم عليه السلام وهو نبي وكان السبق مع آدم وهو مهدي بهدى الله وأن أولاده كانوا بتعليمه لهم هدى الله الذي علمه الله عز وجل إياه كانوا على هدى وكانوا أمةً واحدة كما قال الله عز وجل كان الناس أمةً واحدة فاختلفوا فبعث الله النبي فهذا أصلٌ عظيم يتأصل عند المؤمنين بإدراك هذا الأمر ولذلك إذا تقرأ القرآن ويمر عليك تكرار هذا الأمر وذكر الكتب السماوية السابقة وذكر الرسل الذين سبقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم هذه الحقيقة وهذه الفائدة العظيمة وأسِّسها في أعماق نفسك وليكن ثمرتها إعظامٌ لربك وإجلالٌ له وشكرٌ له سبحانه وتعالى وأيضاً دافعٌ يدفعك نحو هذا الكتاب العظيم فإذا نقول القرآن الكريم يؤكد صلته بالكتب السماوية السابقة غير أنه يبين أيضاً أن موقفه منها موقف الإخبار عنها وموقف التصديق أنها من عند الله وموقف الوصف لها بأنها هدى وأنها تضمنت الآيات البينات التي بها يهتد العباد وبها تقوم الحجج على الناس وأن العمل بها يُنتِجُ الإنسان المؤمن العابد لربه الإنسان المُسلم المُستسلم لأمر خالقه وأن الرُّسُل هذا فعلُهم وهذا صنيعُهم وأنه كان فئةٌ من الناس قَبِلُوا من الأنبياء ذلك وصدَّقوا ما في تلك الكُتُب التي نزلت فيهم فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ بِأَحْسَنِ ذِكْرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِأَحْسَنِ ثَنَاءُ وَأَخْبَرَ عَنْ مَآلِهِمْ وَنَتِيجَةَ عَمَلِهِمْ وَهَذَا يُعْطِي دِلَالَهَ أيضًا أن ميزان الله واحد قائمٌ على العدل قائمٌ على الحق وأن الحق الذي جاء من عند الله عز وجل من عمل به بلَّغه موعود الله وهو الفوز والنجاة فَمَنْ آمَنَ بِخَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمِ وَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الصُّحُفِ فَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحِينَ المُؤْمِنِينَ أَهْلَ الْجَنَّاتِ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بِنَبِيِّ اللَّهِ وَكَلِيمِ اللَّهِ مُوسَى وَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ فِي التَّورَات فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ الْمُسْلِمُ الفائزُ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَجَنَّاتِهِ وَمَنْ آمَنَ بِنَبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَصَدَّقَ بِالْكِتَابِ اللَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِنْجِيلِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ صَادِقٌ صَالِحٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ هكذا أخبرنا القرآن الكريم وكذلك من آمن برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وصدَّق بالكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن فهو المؤمن المسلم الصادق من أهل الجنات فالقرآن الكريم يُبَيِّن ذلك ومن ذلك كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوا فهذا إخبار الله جل جلال فهذه أيضًا حقيقة قرآنية وفائدة عظيمة وأن هذا هو الارتباق بين أهل الإيمان فيدعو المتأخر للمتقدم ويحب المتأخر المتقدم والمتقدم يدعو للمتأخر كما ذكر الله عز وجل عن خليل الله إبراهيم وهو يدعو لذريته ولهذه الأمة التي هي آخر الأمم حال بنائه هذا البيت ورفع قواعد الكعبة فإذن هذه أيضًا قضيَّة عظيمة وفائدة كبيرة يأخذها الإنسان وهو يرى القرآن يذكر قصص النبيين ويذكر قصصهم مع أقوامهم ومن ذكر ما أخبر أخبر عن فئة آمنت بهم وصدَّقتهم وعملت بما أنزل الله عز وجل عليهم وجاهدت معهم وصبرت فالله عز وجل أخبر عن ذلك فبهؤلاء ينتمي الإنسان ويعتبرهم جزءٌ من تاريخه الذي ينتمي إليه ويحبه أيضًا مما يؤخذ من هذا الأمر وذكر الله عز وجل للكتب السابقة وللرسل الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من ذلك أن الدين الحق والتدين بالدين والتدين بالدين الحق أنه هو الغذاء الوافي النافع لهذا الإنسان ولنفسه وأنه هو السلطان النازع الوازع لنفس هذا الإنسان فينزع منها ميلها وحبها للتدين للتدين وللقيام بما أمر الله عز وجل به وللالتزام بذلك على وقت الشدائد والمحن فالذي ينزع هذا الميول من النفس على أكمل وجه هو هذا التدين بالدين الحق والوازع ويقفروا هذا الأمر ويقفروا هذا الأمر عبر تاريخ الأنبياء يعطي هذه الدلالة ومن أعظم ما يجعل النفس السوية تقبل عندما تسمع خبر صدق عن تجربة قد قامت فالله عز وجل يخبر عن ذلك في كتابه عن الأنبياء وعن صبرهم وعن تديُّنهم بدين الله الحق الذي أنزله عليهم ويخبر عن من آمن معهم وكيف كان صبرهم فهذه أيضاً فائدة عظيمة تملأ قلب المؤمن تثبيتاً من جهة وتدفعه نحو هذا البلاغ بثقة فالأب الذي يربي أولاده على التدين بالدين فهو يأخذ مما قرأ في القرآن هذه الفائدة العظيمة أنه لا شيء يُغذِّي هذه النفوس بالغذاء النافع كالتدين بالدين الحق ولا شيء يستخرج نوازع النفس نحو القيام بالحق كالدين الحق ولا شيء يمنع النفس عن فعل الباطل والشر كالتدين بالدين الحق فلذلك تجد هذا الأب لا يبتغي لأولاده في تربيتهم وإصلاحهم غير التدين بالدين الحق وهكذا كل إنسان مع من حوله فعلى قدر وضوح هذا الأمر في نفس الإنسان سينطلق في ميدانه ومع من حوله في أن يكون التدين بالدين الحق هو القضية التي يشيعها وينشرها في من حوله وهذه هي خيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكى وأيضاً يؤخذ من ذلك أن اجتماع الناس وإتلاف القلوب والتلاقي على مصلحة الناس بعضهم لبعض والالتزام بالمنفعة والمصلحة أنه ليس هناك شيء يحقق لأي مجتمع إلا التدين بالدين الحق فيحقق لهم ذلك على أكمل وجه وأتم ويجمع لهم الخير كل ومن ذلك أيضاً وفي أيضاً مما يدرك مما ذكره الله عز وجل في هذا الأمر أنه لا شيء أضر على الإنسان من مفارقة الدين الحق والتدين به وأنه يجر على هذا الإنسان من الضرر والبلاء الشيء العظيم وكذلك مما يؤخذ من ذلك أن من أخطر ما يؤثر على الإنسان الدين والتدين المغشوش فتحريف الدين جريمة عظيمة والتدين على غير هدى جريمة عظيمة فهما جرمان الأول أن يوجد الدين الحق ولكن يظهر المتدين به على صورة مغشوشة مخالفة لذلك الدين فيكون له أعظم الأثر السلب على الناس والثانية التحريف في ذلك الدين وهنا في الآيات التي مرت معنا الله جل جلاله يخبر عن فئة من بني إسرائيل تمثل فيهم هذا الأمر تمثل فيهم الإشكال الأول وهو التحريف للدين وتمثل فيهم أيضا صورة المتدين الصورة المغشوشة المنحرفة ولذلك أخذ هذا البيان من هذه السورة العظيمة سورة آل عمران ما يزيد على نصفها تضمن الإخبار عن ذلك كله فهذه معاني عظيمة لا بد أن تكون محل الإعتبار ومحل العظى والله عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا لهذا الإنسان وأن يتدبره هذا الإنسان وأن ينتفع به هذا الإنسان وأن يعمل به هذا الإنسان والله جل جلال وأخبرك أن هذا الكتاب محفوظ بحفظه فجانب التحريف ضمن بضمانة الله عز وجل محفوظه وبقيت الصورة الثانية أن لا يظهر من أعلن إيمانه به أن لا يظهر في صورة مغشوشة وأن يخدع الناس في ذلك والله عز وجل كما مر معنا وهو يخبر عن شيء من ذلك كما في قوله عز وجل في الآية التي تقريبا في منتصف ذكر خبر بني إسرائيل كما قال الله عز وجل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فإذا هذه النموذج الأول وهو التحريف ثم يقول الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فهو يخبر عن فئة فعلت ذلك ونسبته إلى الأنبياء وأنه من بلاغ الأنبياء وأنه من الدين فالله عز وجل يبرئ الأنبياء من ذلك ويجل حقيقة هؤلاء الذين وقعوا في الجرمين جرم التحريف وجرم الظهور بالنموذج المنحرف للمتدين وكم يكون له من أثر سيء على الناس فهذا موطن للعبرة والفائدة وبعد أن جل الله عز وجل ذلك كله كما وقفنا معه خلال الآيات السابقة والآيات وهي تخبر كما قلنا سورة آل عمران أكثر من نصفها الأول هو في قضية الجدال مع أهل الكتاب والنصف الثاني أو أقل من فيما جاء جاء نزلت الآيات في غزوة أحد ونحن على مشارف الدخول إلى غزوة أحد فهنا نجد هذه الكلمات الربانية الجامعة بعد ذاك البيان والتفصيل ننظر إلى ميزان العدل والحق فيقول الله عز وجل ليسوا سواء ليسوا سواء الآيات السابقة وهي تجلي جريمة فئة من أهل الكتاب سواء من النصارى أو من اليهود فيقول الله عز وجل لعباده المؤمنين ليسوا سواء بمعنى أن هذا البيان هذا التفصيل عن تلك الجرائم التي الله عز وجل أخبر عنها وأنها كانت من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى فيقول الله عز وجل لك انتبه فإن من هؤلاء الأنبياء ومن هؤلاء من آمن بالأنبياء والرسل فيقول ليسوا سواء وكما قلنا الله عز وجل أخبر في آيات كثيرا كما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن نا مسلم إذن هذه فئة آمنت فلذلك يقول الله عز وجل هنا ليسوا سواء وهنا وقف علماء التفسير عند هذه الكلمة ليسوا سواء هل عندها تنتهي القصة المرتبطة بما قبلها وما بعدها شروع في معنى جديد أو ما بعدها مرتبط بها على قولين للمفسرين ليسوا سواء ثم قال الله عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله فقوله ليسوا سواء مرتبط لأن الواو المذكور فيه ليسوا مرتبطة ومتصلة بأهل الكتاب الذين سبق ذكرهم قبل ذلك فهل عندها تنتهي قصة ما ذكر قبل ذلك وينشأ معنى جديد أو أنها مرتبطة بما بعدها على قولين للمفسرين فالقول الأول ليسوا سواء أنه أنها مرتبطة بما قبلها وما بعدها له معنى مستقل جديد وعلى هذا كيف يكون المعنى المعنى كما قل أن الله عز وجل وقد أخبر عن بني إسرائيل وعن اليهود خصوصا في الآيات السابقة الأخيرة فالإخبار عن اليهود وعن جرائمهم وعما فعلوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم من أفعال من قتل الأنبياء ومن تحريف الكتب ومن أذية المؤمنين وغير ذلك من الأعمال فيقول الله عز وجل ليسوا سواء فإنا منهم من آمن وصدق بأنبيائهم ورسلهم الذين بعثوا فيهم وبالكتب التي نزلت عليهم ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آية أخرى كما قلت قال الله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فيكون ليسوا سواء مرتبطة بما قبلها بما قبلها ويكون ما بعدها من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فيكون المقصود بهم أي هذه الأمة من أسلم من اليهود برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كعبد الله ابن سلام وزيد ابن سعنة وغيرهم من اليهود وإن كان عددهم قليل لكن الله وصفهم بأنهم أمة فيكون هنا وصفهم بأنهم أمة رفع لشأنهم وبيان لمكانتهم فيكون من أهل الكتاب أمة قائمة المقصود من أسلم من اليهود برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأما من قال أن ليس سواء متصلة بما بعدها ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة فيكون المعنى ليس كفار اليهود الذين دخلوا يعني بمعنى ليس سواء أن اليهود انقسموا الذين النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم انقسموا إلى قسمين قسم كفر وما آمن وقسم آمن ومنهم عبد الله بن السلام ومن معه وهناك أيضا قول ثالث ذكره ابن مسعود من أهل الكتاب أمة قائمة قال الكتاب هنا ليس المقصود به طبعا إذا قلنا ليس سواء مرتبطة بما قبلها من أهل الكتاب المقصود بالكتاب جنس الكتاب الذي أنزله الله فيدخل في ذلك التوراة والإنجيل وغيره فقوله عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أمة كتاب ليست كأهل الكتاب المعاصرين لهم والمنتسبين إلى الكتاب فإنهم قد حرفوا أولئك وظلوا وأما هؤلاء فهم أهل كتاب لكنهم على الحق فإذن هذا المعنى وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود فقال رضي الله عنه أهل الكتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بحق الله القائمة بحق الله فإذا من أهل الكتاب أي من أهل الكتب المنزلة فإنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا منسوبون إلى الكتاب باعتبار أنهم يتبعون القرآن وهو كتاب أنزله الله عز وجل كتاب أنزله الله عز وجل فهم ليسوا كاليهود والنصارى في تحريفهم لكتاب الله وفي عدم قيامهم بما في كتاب الله الذي نزل عليهم أي أن هؤلاء لم يفعلوا كما فعل هؤلاء لا من حيث التحريف ولا من حيث عدم الإنقياد عدم الإنقياد فيقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم من هذه الأمة فيقول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أمة بمعنى جماعة وعصبة ومجموعة من أهل الكتاب ونسب ونسب إلى الكتاب نسبة تشريف لأن الكتاب منسوب إلى الله عز وجل فالنسبة إليه نسبة شرف من أهل الكتاب أمة قائمة قائمة أيضاً هذا الوصف قائمة هل هو وصف مستقل أو هو حال للعبد فمن قال أنه وصف مستقل بالأمة فيكون المعنى أن قال من أهل الكتاب أمة قائمة قالوا أي عادلة والقيام هنا بمعنى قيام الشيء المنتصب باعتدال فهو وصف لهذه الأمة أي أمة عادلة ومنهم من قال من المفسرين أي أمة مستقيمة على الحق عادلة أو مستقيمة على الحق ولا تعارض بين المعنيين ومن المفسرين من قال أمة قائمة أي وصف حال لها وهي أنها منتصبة في الليل تقوم تقوم أمة قائمة فإذن هو وصف لحال هذه الأمة التالين المصلين في الليل أي قائمة في ليلها أما المعنى الأول قائمة بمعنى عادلة أو قائمة بمعنى مستقيم والثاني يرتبط بما بعده قائمة أي منتصبة في الليل تتلو كتاب الله وتصلي وعبر عن الصلاة بالسجود وعبر عن الصلاة بالسجود أمة قائمة يتلون آيات الله يقرؤون آيات الله أي آيات القرآن وجاءت النسبة هنا في الأول قال من أهل الكتاب وهنا قال يتلون آيات الله ففهم أن الكتاب هنا المقصود به كتاب الله آيات الله أي القرآن آناء الليل وفي قوله يتلون جاء بالفعل المضارع قال العلماء للدلالة على التكرار من كل واحد وللدلالة الجمع على أن ذلك فعل من المجموع فإذا هناك تكرار والتكرار يعني الاستمرار والاستدامة والجمع يعني أن ذلك واقع منهم كلهم يتلون يتلون آيات الله آناء الليل آناء الليل أي ساعات آناء الليل أي ساعات ومنهم 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 من قال جوفه أي في وسط الليل ولكن الأغلب من المفسرين على أن آناء الليل المقصود بها ساعات يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهل يكون ذلك من كل فرد الجواب لا ولذلك كما ذكر بن عطية رحمة الله عليه أن ذلك متحقق بمجموع هم قيام الليل كل فمنهم من يقوم في أول ومنهم من يقوم في ربع ومنهم من يقوم في ثلث ومنهم من يقوم في نصف ومنهم من يقوم في الثلث ين من الليل فيكون تلاوت هم لآيات الله آناء الليل كل متحقق ذلك بمجموع هم متحقق ذلك بمجموع هم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون والمعنى أنهم يتلون آيات الله عز وجل وأيضاً يسجدون لله سبحانه وتعالى فعبر بالسجود للدلالة على الصلاة لا يعني أنهم يقرؤون في سجودهم ولكن يقرؤون بمعنى أن منهم من يقرأ القرآن في غير صلاة ومنهم من يقرأ القرآن في صلاة يقرأ القرآن في صلاة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قال العلماء أيضاً في هذه الآية إن قلنا أنها نزل في حق من آمن من اليهود برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ففي ذلك إشارة أن هؤلاء الذين آمنوا من اليهود كانوا أهل صدق في إيمانهم كانوا أهل صدق في إيمانهم وأنهم فعلوا ذلك أي دخولهم في الإسلام بإخلاص وتجرد وأنهم فعلوا ذلك نتيجة قناعة لأن ما حدث منهم يدل على صدق إيمانهم على صدق إيمانهم وهم رضوان الله عليهم هذا ما كان منهم إلى أن فارق الدنيا من أسلم من اليهود برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الذي ذكر لهم هنا تكرر ذكره في القرآن في مواضع عدة فمما ذكر الله عنهم في كتابه الكريم أنهم يتلون كتاب الله حق تلاوته قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يؤمنون به إذن هذا وصف لهم أيضا وأيضا ذكرهم الله عز وجل في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم وأنهم خاشعون لله عز وجل لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا مفارقين لمن كفروا من أقوامهم وهذا وهذا نجده في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هذا وصف أيضا لهم ومن ذلك ذكرهم الله عز وجل ووصف بأنهم يفرحون بإنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك هذا أيضا وصف لهم وأيضا ذكرهم الله عز وجل في موضع آخر أنهم يعلمون أن القرآن أنزله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وأيضا ذكرهم الله عز وجل في موضع آخر وذكر بكاءهم عند سماع القرآن من ذلك قول الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وأيضا ذكرهم الله عز وجل في موضع آخر في كتابه من الطائفة التي تؤتى أجرها مرتين قال الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر فإذن هذه مواطن ذكر الله عز وجل هذه الفئة ووصفهم بهذه الأوصاف لتتكامل صورتهم في ذهن العبد المؤمن في ذهن العبد المؤمن ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إذن هذه الآية ومجموع تلك الآيات يؤكد ما ذكره علماء التفسير أن هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة وغيرهم رضي الله عنهم وعرضاهم كانوا صادقين في إيمانهم وإسلامهم وأنهم كانوا قائمين بالحق الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إيمانهم كان عن قناعة ورضا عن قناعة ورضا ثم يكمل الرب جل جلاله أوصافهم بقوله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ما قلنا عند قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس وما بعدها من قوله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فهؤلاء الذين آمنوا التزموا بالأوصاف التي ذكرت لخير أمة فنالوا هذا الشر فنجد ما ذكره الله عز وجل عنهم هو ما ذكر في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فماذا قال هنا عنهم قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم يقول ويسارعون في الخيرات أي أن إيمانهم بالله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كان عن صدق بل أخذ بجد وثبات على هذا الأمر ولذلك بعد أن أسلم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وكان من علماء اليهود ومن أشرافهم وذو نسب فيهم في العلم والمكان فعندما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبر يهود عن إسلام لا تظهر ذلك لهم وادعهم واسألهم عني واسألهم عني ثم أخبر فدع النبي صلى الله عليه سلم علماء اليهود في المدينة وسألهم عن عبد الله ابن سلام قال لهم كيف عبد الله ابن سلام فيكم قال هو عالم وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا قال كيف لو أسلم قالوا نعيده من ذلك ونبريه أن يفعل هذا يعني لا يمكن أن يفعل ذلك وهو بتلك المكان فقال له أخرج فخرج وأعلن إسلامه فمباشرة ماذا قالوا قالوا هو شرنا وابن شرنا ثم دعاهم أن يسلم أما اعترفتم أنه عالمكم وابن عالمكم فدل على أنهم ما أراد الحق ولا الامتثال للحق ولا قبول الحق فهؤلاء الذين أسلموا قبلوا أن يكونوا بهذا الثبات وأن يظهروا هذا الإسلام وأن يكون منهم موقف الصدق ولو أغضب قومه فالحق أحق أن يتبع فالله عز وجل يصفهم بهذه الأوصاف العظيمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وهذا الترتيب أيضاً له دلالته في هذا الدين وهو أن الأصل أن الأصل في هذا الدين وفي التدين بالدين هو جانب العمل وجانب الفعل وجانب البناء أما جانب الترك فإنه فرع على هذا الأصل فلذلك قُدِّم ذكر القيام بآيات الله عز وجل آناء الليل الإيمان بالله الأمر بالمعروف وأُخِّر النهي عن المنكر للدلالة على ذلك ويسارعون في الخيرات وهو في كل ما سبق فإن المسابق في القيام وإن قلنا سواءً العدل أو القيام بمعنى قيام الليل وتلاوة القرآن والصلاة والإيمان بالله واليوم الآخر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه من الخيرات فوصفهم في ذلك كله المسارعة وسارعوه وفي هذا أيضاً حقيقة درس بليغ وموعظة عظيمة لكل إنسان أن يكون هذا حاله بالنسبة لما ذكر أن يكون مسارعاً سارعوا سابقوا بادروا هذا الذي نجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أمام الخيرات أن يكون هذا شأنه المسارعة والمسابقة والمبادرة وأن لا يؤجل وأن لا يتأخر فإن الإنسان لا يدري ماذا له في قادم الأيام واللحظات لا من حيث الأجل ولا من حيث القوة والصحة ولا من حيث الفراغ ولا من حيث الجدى إن كانت ذلك الخير يحتاج إلى إنفاغ فإن الإنسان ما يدري ما الذي يحدث له فلذلك إن تيسر للإنسان فعليه أن يبادر وأن يسابق وأن لا يتوانى وأن لا يتأخر ويسارعون في الخيرات وأيضاً التعبير بالفعل المضارع للدلالة على على الاستمرار والتكرار وأن ذلك الأمر ليس مرة واحدة فإذن هو شأن الإنسان هذا المؤمن وفعله على الديمومة أنه بهذه الصفة بهذه الصفة ويسارعون في الخيرات ولذلك سبحان الله هذا من دلائل الصدق أن الإنسان يفعل الخير ويسارع فيه يفعل الخير ويسارع فيه وهذا دلالة صدق الإيمان ذلك قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل أن يكون المسارع مسارعاً في الخيرات إلى أن يلقى الله إلى أن يلقى الله فالصدق أثره مع العمل الصالح ثلاثة فوائد عظيمة دلالة على صدق الإيمان مع الأعمال الصالحة كيف يتفقد الإنسان نفسه فصدق الإيمان مع العمل الصالح أول أثر له ثباتك على العمل الصالح ما يتركه الثاني الإتقان أن ينجز العمل على أحسن صورة ويترقى هذا الإتقان والإحسان الثالثة الزيادة في فعل الخيرات فأثر صدق الإيمان إتقان والزيادة فيه الثبات على العمل الصالح الزيادة منه فهذه دلالة صدق الإيمان فإن فإن وجدت يومك مثل أمسك في فعل الطاعات فقف وسائل نفسه وإن وجدت إنجاز صلاتك اليوم كأمسك فراجع نفسه فالحاجة فالحاجة إلى إتقان وإحسان في إنجاز العمل وثبات عليه وزيادة في أبواب الخير وأفعال الخير وهذا فعل الإيمان مع العبد إن الله لا يمل حتى تملوا ففي قوله عز وجل ويسارعون في الخيرات إدراك هذه المعاني ثم يقول الله عز وجل وأولئك من الصالحين أولئك أي المخبر عنهم وعن أفعالهم وقوله من الصالحين لأنه قال من أهل الكتاب أمة قائمة فإذن هم فئة بالنسبة للمؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن من أهل الكتاب يقلنا للمقصود عبد الله بن سلام ومن معه من الصحابة وهذا يعطي دلالة حقيقة على مكانتهم وأيضا يعطينا يا إخوة يا أفاض الله هو الشكور الله هو الشكور فانظروا ماذا ذكر أولئك النفر القليل وكيف أثنى عليهم وجعل الثناء قرآن يتلى إلى يوم القيام قرآن يتلى إلى يوم القيام فهذا شكر الله لعبده المؤمن فالله هو الشكور فقوله عز وجل وأولئك من الصالحين إذن هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود من الصالحين الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه وإن قلنا بالاعتبار العام من الصالحين بهذا الامتداد للأنبياء ومن آمن بالأنبياء ومن آمن بالأنبياء والرسل فكل هؤلاء من الصالحين والله عز وجل مدح الرسل بالصلاح ومدح من آمن منهم بالصلاح وهذا نجده في كتاب الله عز وجل وأولئك من الصالحين إذن المقصود بالصالحين إما أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من الصحابة فهؤلاء المقصودين المذكو المرادين في هذه الآية من آمن من اليهود فهم من هذه الفئة فلذلك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فهنا يشهد الله عز وجل أنهم دخلوا في هذه الخيرية دخلوا في هذه الخيرية أيضا هنا تفسير للإنسان الصالح فإن سئل من هو الإنسان الصالح هو الإنسان القائم الذي يتلو آيات الله آناء الليل والذي يسجد لله الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر الآمر بالمعروف الناهي عن المنك المسارع في الخيرات هذا هو الإنسان الصالح الصالح هو هذا فمن أراد أن يكون من الصالحين فدونه ما ذكر فيها هاتين الآياتين من أراد أن يكون من الصالحين فليمتثل ما ذكر في هاتين الآياتين يكون من الصالحين يكون من الصالحين ثم يقول الله عز وجل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير هم يسارعون في الخيرات فالله عز وجل يملأ قلوبهم طمأنين ورضا بأن الخير الذي أقدموا عليه أن الله عز وجل لن يجحده لهم وقوله فلن يكفروه لن يكفروه فالله عز وجل سيكافئهم عليه والطمأنينة في ذلك في قوله والله عليم بالمتقين ففيها البشار ولذلك والله يكفي المؤمن والعبد الصالح يقينوا أن الله قد علم ما عمل يكفيك أن الله علم قيامك في جوف الليل وأن الله علم خشوع قلبك وأن الله علم إنابة قلبك يكفيك أن الله علم يكفيك أن الله رأى دمعة نزلت منك في جوف الليل ما رآها أحد من الناس والله عليم بالمتقين لا يهمك إن جحد الناس معروفا صنعته أو خيرا عملته بهم فالبشارة فيه والله عليم بالمتقي فلا يخفى عليه شيء وفيه أيضا إشارة على أن المتقي المتقي أعظم وصف في أمر المتقي أن عنده صلاح باط مع صلاح ظاهر لكن الأصل صلاح الباط في وصف التقوى فهذا الوصف العظيم لهم فلذلك من وفق لهذا العمل فإن أكثر ما يملأ قلبه طمأنين علمه أن الله عليم